عملوا معروف الكل بالأخص بالأخص تحديدا جماعة الثنائية احضروا هالفيديويات طفوا مشاعركم والغرائز الدينية وشغلوا هاي السفنجة هون عملوا فيك متل ما عملوا بالإمام الحسان نفس الشي ضلوا يناجدوا الإمام الحسان يجي على كربلة وعلى العراق وخزلوا للإمام الحسان إمام الحسان كان عم بيصلي وراء 34000 براء ملقى 70 صار فيك نفس الشي حتى السبعين ما كانوا وراءك إيران أدخن شاخ بإيران بيسوى صرماته وكل حدا بده يعرف مين اللي قتل السيد مش إسرائيل ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ما حدا يعيشكم بالأوهام الإيرانية هن اللي قتلوا السيد حسن مشكلتكم مش بعوكر على بير حسن بالسفارة الإيرانية سمعوا هيدا كمان وهيدا الشيخ كلامو سمعوا حتى أقول لك اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت أصبحت اليوم الهدف الأول لذلك اكتب وصيتك وهذا ليس تهديد اكتب وصيتك ونحن اليوم نتكلم بجدية وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل للقدس انظر من قالها لك ومن خدعك لا القوات اللبنانية أعدائكم ولا الكتائب أعدائكم ولا السنة أعدائكم ولا الدروز أعدائكم كلنا لبنانية وهيدا البلد للجميع صار لكم 40 سنة ماشيين تحت سرمية إيران شيلوا هاي السرمية عن راسكم بقى استفوا حدنا تنبني لبنان لجميع أبنائه مسيحي ومسليم ودرزي وملحد لبناني هوية تركوا الديانات وتتروح أبيتك صلي لربك مثل ما أنت بتريد حكي مع مرتك مثل ما أنت بتريد مش تخبطها بس تركوا الديانات بينكم وبين ربكم وتركوا هالعقائد التافهة السطحية اللي عملو لكم فيها غسيل دماغ تحكموكن وبعدين وقت توصل اللحظة لحظة الحقيقة ومصالحهم الحقيقية إيران تغتال حسن نصر الله بسلاح إسرائيلة أكيد يعني مثلا يحو هونيكي هونيكي بهاد إياه رح يكون هونيك ما باقى تكونوا غشم وعوبة أشوفوا الحقيقة قدامكم ترجمة نانسي قنقر